جزاكم الله خير وأحسن إليكم هل يجوز لها أن تتحصن أو تحصن أبناءها وهي في العذر الشهري جزاكم الله خير ما معنى تتحصن يبدو لي أنها تقصد الأوراد والله أعلم لا بأس بي الاتيان من الأوراد الشرعية من الحائط والجنوب لأن الممنوع هو قراءة القرآن أما الأذكار نعم والأدعية فلا بأس بي ذلك نعم